بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوا ذو مرة فاستوا وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قاب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآه أفتمارونه على ما يراه ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوا إن يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآه من آيات ربه كبرى أفرأيتم اللات والعزى ومنات الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنسى تلك إذا قسمة ذيزى إن هي إلا أسماء سميتمها سميتمها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا توني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلوهم من العلم إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا لمن إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطول أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكلا أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاهم جزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا كنا وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنا وأقنا وأنه هو رب الشعرا وأنه أهلك عادل الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوهم أظلم وأطغى والمؤتفك تأوى فغشها ما غشا فبأي آلاء ربك تتمارى هذا نذير من النذر الأولى أزفة آزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتمحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله وعبدوا ترجمة نانسي قنقر